كواليس خاصة بأننا كتير ما اتكلمناش فيها للبيت الكبير فيما يخص فيتور بيريرا مين فيتور بيريرا؟ رئيس لجنة الحكام الجديد في البداية أحابب بس أختصر لحضراتكم من هو فيتور بيريرا هو حكم دولي بورتغالي سابق موليد أمام حضراتكم سورة أمام حضراتكم 1957 هي أدار مباريات كبيرة منها نهاية كأس الاتحاد الأوروبي 2001 والسوبر الأوروبي 2001 خلال آخر خمس سنوات اشتغل في 2017 رئيسا للجنة الحكام في الاتحاد اليوناني لكرة القدم وفي 2022 رئيسا للجنة الحكام للاتحاد الروسي لكرة القدم وبعد كده استقال طيب كواليس الموضوع ايه؟ أو كواليس الاجتماع مع اتحاد كرة القدم ايه؟ كلموا مع المسؤولين وقالوا له ايه؟ نكلاتنبرج بصوا حضراتكم خلي بالكم للكلام بص يا عم بيريرا نكلاتنبرج ده كان بيعمل شوية ايه؟ فيديوهات للحالات الجدلية يشرحها كل أسبوع لو تحبها لو تحب لو تحب تعمل الفيديوهات دي ها؟ يعملها لكن لو ما تحبش يبقى حلو جدا 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 انت ليك مطلق الحرية؟ ولكن خلي بالكم من اللي انا بعمله ده قصده قصدي لان هم اتحاد كرة القدم مش عايزين الفيديوهات مش عايزينها بيقولك بتعملين وجع دماغ على الفاضي هو من وجهة نظرهم كده لكن انت حر عايز تعملها اعملها بيرير قال ان موضوع الفيديوهات وشرح الحالات ده يعني له ايجابيات وله سلبيات هو لسه بيفكر يعمله ولا ما يعملوش ولكنه قال قال كده لمسؤولي اتحاد كرة القدم ان هو حيركز اكتر على تطوير الحكام ومحاضرات الحكام وبرامج التأهيل وشرح تعديلات القانون لانه اعتقد انه هو عارف كويس جدا ان القوانين اللي عندنا تطبيقها بعافية شوية بالمناسبة فيتور بيريرا حيقيم في مصر هايلين لاتحاد كرة القدم كويس اي حاجة كويسة بتتعمل صدقوني هنسقف لحضراتكو عليها ليه انا بقول كده لانه انا عرفت مصادرنا انه بيريرا بدأ بالفعل الترتيب لاستحاب اسرته وحيكون متواجد بشكل شبه يومي مش بشكل شبه يومي حيكون متواجد يوميا داخل اتحاد كرة القدم لمتابعة الحكام وادارة اللجنة بشكل مباشر ده كويس جدا كويس جدا جدا وخلي بقى لحضراتكم هو له تعليقات على لجنة الحكام وغالبا في اسم حيمشي كلنا عارفينه بنسبة تسعين في المية حيمشي وحيكون فيه بديل له عرف منين ما هو برضو يعني خلي بالكو من الاخر يعني هو صاحب روي فيتوريا قوي واتحاد كرة القدم بشكل مباشر خد رأي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخبنا الوطني في هذا الرجل ما عنديش مشكلة بالمناسبة لانه في الاخر الحاجة الكويسة هنقول عليها انها كويسة هو روي فيتوريا ده لما جيه حد كان يقدر يتكلم عليه كلنا كنا مبسوطين وسعداء بريرا السي في بتاعه مش هقول افضل حاجة ولكن سي في جيد فكره ماشي لطيف ان هو عايز يركز على تطوير الحكام والقوانين لان احنا عارفين زي ما قلتلكم ان نبعافيا شوية احنا تطبيق القوانين عندنا تطبيق قوانين في التحكيم عندنا يعني وبالتالي لا ماشي احنا بضهرك احنا مع المصلحة العامة لكرة القدم المصرية وبالفعل خطوة استقدام خبير اجنبي بديل لكلاتنبرج مع انها جات متأخرة شوية او يعني شويتين تلاتة كمان لكن المهم انها جات ومع اسم كويس وعنده خبرات جيدة كل اللي نتمنى ان نرى العدالة التحكيمية في باقي مباريات الدوري مش مباريات الاهلي فقط كل مباريات الدوري لانه ده حيعود على النادي الاهلي بمستوى رائع على التحكيم في مصر بمستوى رائع ونتمنى نشوف مستوى افضل من حكامنا اللي احنا نفسنا نشوفهم في البطولات الكبيرة عن جدارة واستحقاق باداء محترم يليق بكرة القدم المصرية الحاجة الحلوة قلت عليك ويسا هو وسقفت طيب انا لسه مع اتحاد كرة القدم ولكن اتحاد كرة القدم بدأ يصرب قرار التعاقد مع مدير فني اجنابي بالاتحاد الكرة يعني خلي بالحضراتكم عندنا في حاجة اسمها مدير فني لاتحاد كرة القدم الاتحاد بدأ يصرب انه هو هيجيب مدير فني اجنابي وفي نفس الوقت بيصرب انه هيشكل جهاز فني لمنتخب موليد 2005 طيب ديني عقلك كده ونتكلم بالمنطق وبين البدهيات هو انت حتجيب مدير فني سواء كان مصري او اجنبي او يا رب يكون من اي حط من المريخ برا يعني اللي هو خلاص المنطق بيقول انه هو ييجي علشان يضع سياسات فنية وخطة لاتحاد كرة القدم وخطة للمديرين الفنيين اللي حيبقوا موجودين لكل المنتخبات هو اللي حيختار مش حضراتكم هو انت حنستنى برضو الحبايب الفلاني الفلاني وحبايب كابتن فلاني الفلاني نجيبهم وحبايب كابتن فلاني وتحصل الفضيحة اللي حصلت في 2006 في منتخب 2006 على رغم من انا هنا ما بتكلمش على كابتن محمد وهاب من المديرين الفنيينين الجيدين بالمناسبة جدا ولكن انا بتكلم على أدموس في العام فشل زريع في 2006 فشل اكبر واكبر في 2003 وعلى ارض مصر هترجع تاني تجيب مدير فني فلاني الفلاني من اعضاء اللي انا عارف القصة بالمناسبة بس مش هقولها دلوقتي فلاني الفلاني اللي تبع اتحاد كرة القدم او اللي تبع عضو في اتحاد كرة القدم اللي عايز يزق عليه جامد جدا عشان يجيبه مدير فني ويجيب معاه اي اسمين ثلاثة وخلاص يا جماعة اذا كنت هتقايد او هتعمل مدير فني للاتحاد يزبق اي تعين جهاز فني وهو حر بقى يختار ويعمل تاني مرة تانية هنرجع ونلف اللفة هي 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 ونعمل اللفة هي 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 ونجيب مدير فني لألفين وخمسة ونضيع الجيل ده زي الجيلين اللي فاتوا قبل كده عند الجهاز منتخب اول جهاز منتخب اولمبي هتشجل جهاز منتخب ألفين وخمسة وبعدين تروح تجيب مدير فني اجنبي طبعا ييجي يشتغل ايه يا عم موفر الدولارات دي لحد عاوزين كلام منطقي لكن هي فكرة جيدة هاتوا الاول وبعد كده نشوف وبعدين اتحاد كرة القدم مصرب المعايير اللي حطها للتعاقد مع مداربين المنتخبات كلها كلام انشا ده حتى منتخب الشباب محدش عارف مين حيتحاسب على هذا الاخفاق جهاز فني ولا مجلس ادارة الاتحاد ولا الاخفاق قالعادة ملوش اي صاحب والنجاح له الف الف وش لان الحقيقة يعني مثلا من ضمن الشروط اللي حطناها في اتحاد كرة القدم قالك ايه قالك يكون مدير فني قادر على القيادة وصاحب دور قيادي وصاحب صاحبه برضو على فكرة بالمناسبة يعني وجدع وبيسمع الكلام وكلام ما انت قلتوا كده على كابتن محمود جابر وقلتوا كده على كابتن كلهم مؤدبين ومحترمين على فكرة كلها اسماء محترمة ومحترمة ومهزبة وجمدين جدا وكل حاجة وعندهم القيادة وبيزعقوا وبيعملوا الكلام الحلو اللطيف ده كله ولكن ايه فشل زريع